موسيقى قبل ما احكي عن التحضير بحب اشرح للاخوة اللي عم بينضموا عندي عن جديد على قناتي وما اندون هيد المعلومة وبالأخص للاخوة اللي مقيمين بالمانيا بسوق الالمان موجود البطاطا بتلات انواع تلات اجزاء يعني اول نوع من البطاطا هو ملقب بالميليجي كطفل ميليجي كطفل يعني هيد البطاطا في اعلى نسبة من النشا واقل نسبة من السوائل تاني لقب من البطاطا يلي هو تاني نوع في نسبة وسط من النشا ونوعا ما من السوائل اما تالت نوع من البطاطا هو ملقب بالفست كوخند هيده نوعية البطاطا في اقل نسبة من النشا واعلى نسبة من السوائل يعني حسب الطبخة يلي انا بطبخها للعائلة بختار البطاطا النوعية الصح للطبخة عشان تطلع معي الطبخة نجحة يعني ما بينفع اعمل مثلا الكبة البطاطا وجيب البطاطا يلي فيها هي اعلى نسبة من السوائل اقل نسبة من النشا مثلا الفست كوخند كطفل عشان هيك لازم يكون مالكي كطفل يلي هي فيها اعلى نسبة من النشا وهي اساسا يعني قوامة بيكون نشف هون البطاطا بخسلة كتير منيح وحبي حبي بخسلة وبعدين بغمرها بالماء وبرح بسلقها ما بقشر البطاطا عشان بعد ما اشر البطاطا حتمتص من السوائل ولها السبب بحب خلي اشر البطاطا كطبقة حامية للبطاطا عشان وقت السلق تمتص اقل شي من الماء او من السوائل والاحسن ما تمتص من السوائل ابدا من بعد ما بخسل البطاطا منيح بغمرها بالماء وبعدين بحطها على النار لفترة تقريبا ربع ساعة على درجة الحرارة المتوسطة لازم بين الفترة والتانية اعمل كشف بجيب عودين وبشك البطاطا او حتى سكينة ما بيأثر بشك البطاطا وبشوف اذا مستوية والبطاطا يلي عندي مختلفة بالاحجام عندي البطاطا الصغيرة او الوسط او حتى الاكبر عشان هيك حتستوي عندي البطاطا الصغيرة قبل اللي كبيرة وهيدا التست يلي بعمله انا بالعودين حيساعدني لأكشف اي بطاطا مستوية قبل التانية وبعدين بشيلها من بعد ما استوت البطاطا عندي بغسلها تحت الماء الباردة هون بقشر البطاطا مش بس بقشرها لازم نطفها كمان من بقع مثلا مثل بقع الخضرة او السوداء لازم شيلها واتخلص منها عشان هايدي الاشياء بتعطينا طعم مش طيب بالاكل للي ما عنده مكنة اللحمة لينزل البطاطا كتير نعمة فيه كمان نوعين بديل عن مكنة اللحمة هايدي المسكيتا انا هلا بايدي هايدي النوعية منيحة بتعطيني نتيجة قريبة كتير من مكنة اللحمة اما يلي محطوطة عالطولة النتيجتها مش كتير منيحة ونصيحة مني هرس البطاطا بيتم البطاطا هي والسخنة هيك بيكون النتيجة افضل وعشان عندي كمية البطاطا قليلة كتير ومحرزانة شغل مكنة اللحمة بخلص هايدي الكمية الصغيرة على هرست البطاطا ومتل ما حكيت هرست البطاطا بتعطيني نتيجة لبأس وشبيهة لمكنة اللحمة هون ناطرة هيدا المزيج لا يغلي بقلب الطنجرة موجود الحليب البهارات والملح الكريمة والحليب من بعد ما غلق مزيج الكريمة الصقلة مع الحليب هلأ بضيفهم شوي شوي فوق البطاطا المهروسة هيك لا ينزمجوا مع بعض بهيدا القوام صارت البطاطا المهروسة جاهزة للتقديم وهيك صرنا بمرحلة التقديم الف صحة وهنا ما وصفات ام علي ما تنسوا اعزائي تضغطوا على زر الاحمر وتشتركوا بقناتي باي باي عزيزة المشاهدة عشان ما يفوتك اي نشاطات من نشاطاتي تابعيني من اليوم على قناتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته